وكمان القبائل حتى في سينة كان لها دور كبير ساعتها وعايز أقولي أن حتى طبيعة القبيلة يعني تبقى قبائل بيبقى في حزمه شدة يعني البنت في القبيلة ما تخرجش ما تبنش على حد غريب ما تشتغلش لكن في وقت الحرب كان كل بنات القبائل موجودة تحت خدمة جنودنا وعساكيرنا غاليني أحكي لك على قصة واحدة من أروع سيرات اللي كان يوم تاريخ مظهر في حرب اكتوبر وما قبلها وما بعدها كمان الشيخة فرحان حسن عايزين نعرف تستطيبقى الشيخة فرحان حسن دي سيدة من قبيلة الرياشات وللأسف تم تهجرها هي أو أهلها بعد الحرب وجت استقارت في مبابا في قاهرة ولكن كانت تشتغل في التجارة تجارة الأمشة واستغلت التجارة دي كسطار أن هي تشتغل في المقاومة وأن هي تراسل المقاومين وتشتغل في عمليات المقاومة من وإلى سينة وأنها تبعد جوابات من وإلى المجاهدين وبل أنها تدخل في قلب سينة وتزرع متفجرات في الكمان الإسرائيلية وتقدر أنها تستادف مجموعة كبيرة من الجنود لدرجة أن كانوا أهلها مش عارفين القصة دي القصة دي اكتشفت بعد كده بسنين لما بدأت أنها تحكي عنها يعني شوف قد إيه الستة المصرية برضو يعني زيها زي الجندي وزي الزابط يعني عملت جهاز مخابرات الشيخة فرحانة دي في مباب وكانت بترسل كل يعني القائمين بقى بالعمليات الاستنزافية دي كان ساعتها في سينة فولا خافت ولا حست أن أنا ست فأنا مليش في الكلام ده أو أنا ليه هشترك في العمليات الجهادية دي لكن لا بالعكس ده أن هي بعد ما اترحالت من سينة حاسة أن أرضها فعلا محتلة وبيتها محتلة فبتدافع عن أرضها وبيتها وليزم تدافع عنها حتى لو هي في آخر الدنيا دي شيخة فرحانة برضو حاجات دي لازم نحكيها لولادنا ولازم الستات كلها تبع عارفة داني لها دور كبير جدا في بلدها